الفيديو عليها فاكرها طلعت التلم عليها بالخير لا اطلع بتقول اه انا اكتشفت ان مادام هناء هي اللي عامل المادام ايمان اللي لفقت لها التهمة دي وان التهمة دي كانت مادام هناء هي اللي درسها وهي اللي عايزت لزقها المادام ايمان فعرفت بقى ان هي انسانة منفقة منقاب دي بقى لو ادخلت ياريت تخشي لها على الفيديو بديت تقول لها لعي النقاب لها النقاب اللي على وشك وانسحي به لمؤغزة يعني من وراء عشان انت مش هتخش الجنة اقول لها ربنا انتق منك ربنا انتق منك ربنا انتق منك وعلى بركة الله طبعا ومبدئيا يا جماعة انا اسفة جدا جدا على الالفاظ اللي انت سمعتوها في اول الفيديو بس ده كان لازم يكون المقدمة عشان تعرفهم الست الشيخة الدعية الاسلامية بتقول ايه عن النقاب وعلى المنتقبات على العموم ربنا ان شاء الله اللي هيحزبك وربنا يحزبك بعملك ربنا يحزبك بكل كلمة وكل ظلم وكل افتراء افترتيه علي وعلى غيري انا طلعا النهاردة احط النقطة على الحروف وطلعا بصوا اوضح كل حاجة لاني انا تعبت والله تعبت في الاول وفي الاخر يا جماعة انا بشر انا مقدرش يعود اتحمل ضغط نفسي والناس تقول لي سكوتي سكوتي ما ترديش وانا اسفة جدا يا امي اني في دي ما اسمعتش كلامك سمحيني سمحيني لكن والله انا عندي ضغط نفسي وضغط عصبي لا يعلمه الا رب العباد سمحيني اني ما قدرتش اسمع كلامك في دي سكوتي ما ترديش ما ردش ليه انا مش انا ماليش علاقة بكل اللي بحصل ليه ما ردش ليه اسيب الظلم واقع علي وانا اقدر ادفع عن نفسي وعندي ادلة وعندي حقائق قالوا لي لا انتو عارفين كل الناس اللي بتقول لي ما ترديش ما ردش ليه عشان عارفين انها مأجرة اتنين بلطاجية اي حد بيجيب سريتها او اي حد بينتقدها او اي حد بيطلع لها اي حدا من فضايحها على طول بتروح تأجر عليه البلطاجية بتوع اليوتيوب حملت الحطب وبنتها الناس اللي باعوا دينهم وباعوا ضميرهم وباعوا دنيتهم وباعوا اخرتهم مقابل مت يورو الناس اللي تاريخهم في اليوتيوب اسود الناس اللي كل شغلتهم وكلامهم في الحياة هو سب وقصف ومحصنات وهدك اعراض وكلام افطراء وتبلي على خلق الله فلانة ماشية مع فلان فلانة مش متجوزة ومصحبة دعيالك من الحرام الكلام اللي تزلزل له السماوات وعرش الرحمن نصى الله السلامة وربنا يا حسبكم وحسب يا الله ونعمة الوكيل ندخل بقى على الموضوع طبعا من فترة زي ما انتو شايفين انا هحاول اقصر عشان ايه عشان نلموا الدور بسرعة يعني اول حاجة طبعا انا عملت لها الفيديو بتاع الفلوس فيديو الفلوس ده يا جماعة خلوه على جنب لانه فيديو خاص بني وبينها وانا والله الحمد والمنة خدت اجراءاتي القانونية فيه ومنتظرة بس انها هتيجي المملكة وساعتها هي اللي هتطلع تحكي لكم على كل حاجة انا مش هتكلم فيه خالص بالنسبة للناس اللي بتقول لي طلعين اطلع لكم ليه اطلع لكم انتو مش عارفين ان انا لو طلعت رقمها ورقم حسابها المصرفي ان ده في مشكلة بالنسبة لي انا انا متأكدة وتأكدت من البنك وعندي اوراق تثبت والحمد لله اموري تمام التمام التمام وخدت اجراء قانوني اوراق تفكروا ان انا مسكينة وطيبة ويعيني اعدى بكي على ليلاي لا 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 يعني بصوا اذا ضربت فوجع فان العاقبة واحدة انا لما بدرب بدرب خلاص المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف موضوع الفلوس على جنب وبيني وبينها قضية ان شاء الله وتتحل ان كانت عايزة تحلها وتسرع بيها تروح تشتكني في الصفارة السعودية ان كانت عارفة اللي هي عاملاه يبقى الله يخييها نسيبنا من الموضوع ده ندخل على الموضوع التاني وهو المهم وهو اللي يهمني ان انا اوضحه واوضح كل الحقائق اللي فيه طبعا هي لما طلع لها الفيوسات اللي بتتكلم فيها على طليق الجزهة اول ما الكلام طلع طبعا هي طلقائيا كده عارفة هي متكلمة مع مين ما هو احنا يا جماعة يعني مش اخبياء كل واحد بيقول كلمة بيبقى عارف انا متكلمها مع اختي مع امي مع صحبتي مع واحدة على اليوتيوب بابا عارفة فهي اكيد عارفة متكلمة الكلام ده مع مين دي اول حاجة تاني حاجة بقى طبعا هي انصدمت لما الكلام ده طلع لها انت بتعمل ايه تعمل ايه تطلع تقول انا غلط وفط فط مع واحدة ويعني بصوا والكلام خدني وانا اسفى وسمحوني لا ما تطلعش تعمل كده تطلع تزيد البلطين وتحاول انها تسلط المأجورين علي انا يقولوا ان ده كلامي وده صوتي لا اله الا الله لما تلعط قنوات النقد وقالت لها لأ ده صوتك انتي والكلام مش متفبرك والكلام ده صحيح وبعدين انا هقولك معلومة صغيرة اه دي كده هون الكلام اللي انت طلعتيه على طليق جوزك واتهمتيها في البلب بحالها والقارف اللي انت قلتيه الله يكفينا شره ولا عايز عيده ولا عايز اجيبه على الثاني خالص الكلام ده جوزك ايلهولك وانتي الله يكرمك نايمين على المخدة مع بعض ما هو الكلام ده ما بيتقلش على المخدة وهو كده عايز مثلا يلعب عليك في حاجة تقوم انتي تقول له ايه هو انت طلقتها ليه ده كان فيها وفيها وفيها وعملت وسوت وجابت وودت لكن انت الشريفة العفيفة انت اللي ما فيه ازاي كتنين على وجه الارض لما يحب يلعب عليها في حاجة حيقول لها وهيزم في التانية بينه وبين ربنا ربنا اللي هيحسب وينطقم منه ان شاء الله دي خلصنا منها ندخل بقى عن نقطة الاساسية اللي بتدور عليها معظم الاحداث والكلام والتعليقات طلعت الست دي طبعا وخليني اعرفكو على الست اللي هي كانت من صاحبها وبتتكلم معاها وهسماعكو صوتها دلوقتي ولو انتو في الفيديو ده قلتو لي ده صوتك يا معبود ايوا ده صوتك اقسم بالله العلي العظيم انا هقفل قناتي واحزفها خالص ان بس الناس اللي عندي الناس اللي عندي المحترمين مش المأجورين واللي هي مسلطاهم واللي بتوحيهم على القنوات لأ متابعين اللي انا عارفهم وعارفيني ان سمعتوكو الصوت ده وقلتولي ده صوتك فانا هقفل قناتي النهاردة وهحزفها خالص من على اليوتيوب وانتهى الحوار اتفقنا اتفقنا خليني اصمعكو الصوت عشان تعرفوا الصوت ده صوت مين وانا هقولكو الست مين وشغلة ايه وتعرفت عليها ازاي وليه هي اتهمتني انا ان ده صوتي مفترية بردو الظلمة انا ما كنتش اقدرت لاغر طبعا اتحي كل اهل السعودية وكل اخوالي وكل حبيبي وكل اهل الطايف بالذات وبالتحديد واهل بني سعد بالتحديد هاله 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 وغاله وكارتون حاله هاله على اخوالي يلAR رفعين رأسنا ومصياطينا ما علينا خلينا في المهم السيد ام اسهال طلعة عاملة فيديو خطاب التنحي كالعادة وكذابة كالعادة وعملنا في خطاب التنحي ان انا مش هقدر اتلعكاني اتكلم عن الطلاق هو في طلاق اصلا ولا في جواز اصلا لا في طلاق ولا في جواز يا كذابة انت كنت بتقول للناس ان انا رايحة عشان اتعالج وحياخدوني المستشفى عشان خاطر علاج نفسي وعقلي لان فقط تعقلي وخلاص تعبانا مش قادر عيش من غير الاكس ومنوخة يعيني منوخة متابعينك مجرجرهم من رقبتهم مجرجرت متابعين الغلامة من رقبتهم من رقبتهم شداهم هم وليه من اسنان سمعتوا الصوت هل الصوت اللي سمعتوه ده صوتي الستة دي بقى انا هقول لكم هي مين وتعرفت عليها ازاي وليه هي اتهمتني انا الستة دي تقريبا كده امها سعودية وابوها مصري او العكس حاجة زي كده يعني المهم لها حد فابوها وامها سعودي من مك ده انا متأكدة منه الستة دي اتعرفت عليها على الانستجرام ودخلت لها طبعا قالت لها يعني فيما معناه اني معجبة بيكي وبحب قناتك وانا فلانة واخوالي فلان وعمامي فلان وعمامي ما شاء الله شغالين في رئاسة الجمهورية التانية بقى انبسطت المهم مع الكلام والسوالف والحياة والدنيا مفتري ببردو وبتصحبش حد الوجه الله يا اما الحد ده هيبعت لها فلوس يا اما هيئزلها حد تاني بس ما لهاش حبيب ما عندهاش غير الاتنين دول المهم طلبت من الستة دي انها تعمل قضية لاخو ايمان مصرية ببريس قالت لها ظلماني وبتقول علي وبتتبل علي وهي عدوتي عايزاك تسجني لاخوها وتخليهم يعلقوا من رجليه والكلام ده طبعا موجود موجود بساطها عايزاك تسجني لاخوها وتكلمي قريبك الوصلين يسجنوا لاخوها وتخليهم يعلقوا من رجليه عشان تتقدب وتبعد عني الست وفقتها في الاول للامانة وفقتها بعد شوية الست قالت لها حتى انا ممكن اقرالك عليها عدية ياسين وشلهالك انا مش عارف اي عدية ياسين دي انا علمي في القرآن انه كله خير وبركة المهم قالت لها طيب تمام المهم الست تقول انها نوت انها تقر على ايمان عدية ياسين وانها يعني نوعا ما تورت اخوها في حاجة اللهم مستعين المهم الست دي بتحكي وبتقول انها سبحان الله ولا اله الا الله لما نوت انها تعمل الحاجات دي المفتريت بردو ايه اللي حصل راحت بنتها واقعة في الحمام الله يكرم كل حط بتاعها تقسر دي اول تكة جات لها تاني حاجة بقى بنتها كانت في وظيفة مرموقة جدا التانية استغنوا عن وظيفتها بعدها باسبوع الست بتقول انا وقفت مع نفسي حسيت اني في حاجة خطأ حسيت اني انا دخلة في طريق خطأ تقول بسرعة رجعت وعرفت اني انا هظلم مصرية ببريس طب انا مش عارف عنها حاجة ليه اسجن اخوها وخلي قريب يسجنوا ليه اقر عليها ويمكن تكون مظلومة يمكن تكون كل اللي بتعمله ده ردت فعل لكلامهم القذر عليها وابتلقتهم عليها كل شوية يقولولها ده انتم صاحبة ده جوزك مش جوزك ده عيالك ولاد حرام مين يا جماعة يتحمل الكلام ده انا واحدة من ناس قالوا علي كم كلمة واتهموني ان ده صوتي انا ما كنتش بنام كنت كل يوم وعد اصلي في الليل ودي عليهم واكتر دعوة يا مفتري بردو انا دعتها عليك وربنا سبحانه وتعالى استجابها هي ان ربنا يفضحك على رؤوس الاشهاد ما هو لو ربنا فضحك خلاص سترك هينكشف كنت كل يوم قبل ما نام قدي عليك ان ربنا يفضحك على رؤوس الاشهاد ينصر الناس اللي انت ظلمتهم في حياتك انا هنا مش مخولة تكلم غير عن نفسي انا فقط لغير نرجع لموضوعنا لما ايمان اتكلمت مع الست والست بعتت لها كل البلاو اللي عندها بتاعت مفتري بردو بدت ايمان تنشرها بدت ايمان تنشرها لما نشرتها طبعا التانية جنونها طارت ازاي ومش ازاي في الاول طبعا قالوا ده صوته معبود دي اول اول تكة بيني وبينها طلعت حملت الحطب وبنتها المأجورين بمئة دولار تقول ده صوته معبود رغم انه صوتها واضح زي الشمس طلعت كل قنوات النقد مشكورة جزاهم الله خيرا قالوا لها ده صوتك ولا تجدبي لقوا حكاية صوته معبود دي مش ماشي قال لك لأ ده متفابرك اصلي فيه برنامج بيفابرك الاصوات يا حبيبتي لو الدنيا مولت كده ده فيه ناس حتى حساباتها وفلوسها وثرواتها واغلبهم رؤساء الدول في اسمها ايه في سويسرا بنوك سويسرا والناس دي عندها بصمة صوت ما كانش حد غلب بقى كان كل واحد رح فابرك له صوت ورح خد فلوس الناس وواحد فابرك الصوت وطلع لنا كلام على رئيس وشكك فيه شعبه الكلام ده تقولوه للبغر اللي بيسمعوه اما الناس العقلة هتعرف ان ما فيش حاجة اسمها فابرك الصوت ولا نفابرك نبرة الصوت ولا كلامها ولا الحاجات اللي هي بتعملها المهم جلسوا استماتوا هم وكم قناة مأجورة زيهم استماتوا في الدفاع عن الست المفترية المهم بعد شوية طلعت الست اللي هي قدت الكلام لإيمان الفيوسات لإيمان طلعت تتكلم هي هي مجهورة منها الله يعلم بقى ايه قزيتها في ايه ولا كانت سبب في ضمرها في ايه طلعت تعمل لها كلام الكلام اللي انت سمعتوه ده من شوية قالوا ده كلامي انا هل انتوا شايفين ان ده كلامي انا ده صوتي طلعت حملت الحطب وبنتها اه انتوا عارفين ده صوت مين الشخصية الوهمية ده صوت معبود لا يا حبيبتي والله ما هو صوتي وانا ولله الحمد والمنا عندي الشجاعة لو انا عايزة اقول لها اي حاجة هطلع اقولها لها كده وفي فيديو ما بخافش غير من اللي خلقني اما انك تحط لنا اتنين سلج يهوهو على اللي يتكلم او اللي يقول كلمة حق فعادي الكلام اخي اقولوا بقيتكو ورجلكو هاتو جيران تقول معاكو انا لا بخاف ولا بتهدد ولا على رأسي بطحة ولا انا متكلمة في عرض حد ولا انا ليه فضايح كل يوم فضيح هتظهر لي ما هو انت لو ليك المشكلة مع واحدة بس كنا قلنا مظلومة مسكينة نزل اموها لكن يعني ما صايبك كتير جدا هاتيلي حد قرب منك وما جبتلوش مصيبة هاتيلي حد انت لجأتيل ويعملك حاجة وما عملهاش وما شيلتهوش بلوة هنبدأ من ايه نبدأ من طلق الجوزك الست اللي انت افترتي عليها انت وجوزك ودي طبعا بينكم وبين الله ربنا اللي هيحسبكو وربنا اللي هيعاقبكو وربنا اسمو العدل عندك الاريترية اللي اتهمتيها انها سحرتك وتحرشت فيك وعملت وسوت هتسحرك على ايه معلشش يعني هتسحرك على ايه انت عندك ايه مش عند الناس والله انا بشفك عليك بحسك مريضة نفسيا عندكم مبادر اللي انت دخلت بيتها واكرمتك واكلتك وشربتك وانت عارفة كويس انت عارفة ايه اللي على بناتها ايه ومتهمهم بايه برضو بينك وبين نفسك وربنا اللي هيحسبك ومبادر انت عليك اثم عظيم عليك اثم عظيم انك سكت على افعلها بس انا عزراكي انا عارفة انت سكتة ليه انا عزراكي وعارفة وعارفة ان انت مش عايزة فضايح وعارفة انها مفضوحة والله يسطر على عبيده انت فهمه واحنا فهمين رقم تلاتة بقى اللي هو انا هو لله الحمد يعني انا قوية واقدر ادفع عن نفسي واقدر اخذ حق منك بصي 24 قرات زي ما قلتلك قبل كده بمناسبة الكحة يا جماعة انا عندي كحة طول الشتاء وهم رابطوا الست اللي بتتكلم عشان كابت في مرة من المرات بالكحة انا الكحة دي عندي طول الشتاء ولو لاحظت كل فيديوهاتي انا عندي حساسيان من البرد عندي حاجة اسمها تحسس من البرد بفضل اقوح كده لحد الصيف ما ييجي الحمد لله على كل حال لكن مش معنى انها كدت بتكوح في مرة وانا بكوح يبقى خلاص يبقى انا هي الصوت معروف معروف يا حملت الحطب انت يقول اردى بنتك دي اول حاجة تاني حاجة بقى زي ما قلتلك ضحياك كتير جدا كل واحدة قربت منك واللي عرفتيها شيلتها مصيبة افتريتي عليها بالظلم والبهتان والكدب عبير اللي دخلت بيتها واكلتي وشربتي عندها وطلعت اتكلمتي في شرفها وعرضها وبنتها ووحيتي عليها حملت الحطب حملت الحطب وبنتها اللي اسأل الله العظيم ان يعملهم ويحاسبهم في كل كلمة قالوها واتهموا بيها واحدة على اليوتيوب اسأل الله العظيم ان يعملهم بعملهم وليس برحمته وحاسبي الله ونعم الوكيل وكفى قنوات النقد اللي انت طلعت اتكلمتي عليهم وقلت نون وما يسترون قنوات النقد اللي انت ما سبتيش واحدة ولا راجل اللي لو اتكلمت عليه على الاستاذ عادل فاتحي على ابو حازم على البهدورة على الناس دي كلها على اسمه ايه ده فارس اصل الحكاية مع فارس الكلام اللي انت قلتيه على الناس كلها الكلام ده ايه يعني الناس دي بتفسير عليك ايه طب انا مرضتش احول لك الفلوس واتدايقتي مني قلنا عملتي معايا كده بس عادي يعني ايه مهما عملتي مهما عملتي انا متوكلة على الله وربنا والله الحمد والمن تخلش عني ابدا دائما اي حد بيظلمني او بيفتري علي فانا بشتكيه الى الله وهدى يكفيني وحسن ظني في الله واللي انا شفته في حياتي ان ربنا بينتقم لي وبيجيب لي حقي وانا قاعدة ببيتي الحمد لله رب العالمين بتهيألي كده يا جماعة انا حسمت كل الامور اللي بتتقال والكتب والكلام والنفاق والناس اللي تدخل تقول لي احنا كنا مشتركين عندك والغنى الاشتراك مع ستمائة الف سلام والقلب دعلكم الناس اللي تدخل تقول لي احنا كنا معاك بس لما دفعت عن الاريترية لغنى الاشتراك دول اقول لكم في ستمائة دهية لما كنا انتو ناس ظلمة وزعلتوا عشان انا طلعت دفعت عن واحدة انا متأكدة انها بريئة ومسكينة تب ايه اللي مأكدني اوي كده هم حكتين اتنين اللي مأكدني انها ظلمة انها ظلمتني انا شخصيا انا شخصيا قاعدة في قابها ومسافرتش مصر من 2019 من 2019 انا منزلتش مصر على فكرة وجالسة في مكاني ببيتي برب عيالي ماليش علاقة في حد مع نفسي جدا ست بحترم الناس والناس بيحترموني اتبليتي علي وقلتي ان ده صوتي وان انا روحت مصر وان انا مش عارف فعملت ايف جزها ايه القرف اللي انتو في ده فينك من الله الدنيا دي فانية رايحة بعد شوية بتموت وبتتحطي في القبر وربنا بيحسبك بعملك وبحسابك وبفترائك بصي انا بصي معنديش شك ولا زرة ان ربنا مش هيحسبك ربنا هيحسبك هيحسبك وبدأ حسابك ربنا رفع ستر عنك شوفي شمعنا انت اللي مفضوحة في اليوتيوب شمعنا انت اللي كل يوم طالع للك كلام اول حاجة لانك من جواك انسانة سيئة انسانة مش كويسة انسانة اتدعيت الفضيلة وانتي ابعد ما يكون عنها وبعدين حطة صغيرة انا عايز اتكلم فيها حضرتك قلتي قلتي ان ايه قلتي ان ان انت تسحرتي في السعودية اول حاجة انت كنت رايحة عمرة يعني مفروض نوية خير تاني حاجة قلتي ان السحر كان في المصحف هو فيه سحر بيتحط في المصحف وبينفع يخرب بيتك حتى افتراءاتك مميتة قلتي برضو ان حضرتك يعني انت مش قلتي احنا شفناها طبعا على فيديوهاتك صورة الواقعة والسر اللي بينك وبين ربنا وقيام الليل وربنا بيستجاب لك كل دعواتك قل اميرة اللي حلمت بيك قل افلام الهندي اللي انت عملتها دي كل الحاجات دي ما شفعتش ان السحر ما يقصرش فيك معناته كل الكلام اللي قلتي كان كدب معناته قيام الليل ده انا بقولك على حاجة لو انت بتصلي وبتقولي اسقار الصباح والمساء وبتفطري على طمر وبتتوكل على الله وبتسمي اجزملك بالله العلي العظيم لو اجتمعت شياطين الانس والجن ومرض الجن عشان يصبوكي او يؤذوكي او يسحروكي محد يقدر يسحرك باذن الله بصي كفاءة بس اسقار الصباح والمساء دي حصن رباني تأمين رباني على حياتنا ربنا الدهولنا عشان نأمين به حياتنا اليومية ما يجيكي شيء باذن الله لكن للأسف يعني وانا بقولها لك بصي اهو على قناتي باسمي بصوتي الحقيقي انت ست نصابة ست مبتلية ست كدابة ست بتاعت حوارات ست بتاعت تمثيل ربنا بيقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم وانا استدرجهم من حيث لا يعلمون ربنا استدرجك وخلكي اخر حاجة عملتيها فيديو الرجل العجوز اللي انت بتقولي اسلم الله يعلم به وشوفي كيف علمت الراجل الكبير الكتب والنفاق والايه في ايه هو في ايه هو للدرجات دي للدرجات دي انت بستخفي بعقول القطيع اللي بيتابعك اللي بيتابعوك ما احترامي لهم قطيع شايلين مخهم وحطين مكانه فرد الجزمة اقسم بالله ما هو ما فيش ناس تتابع واحدة هابلة زيك وقاعدة كل محتوها في الحياة انها تاكل بصوت بشع وتاكل وتسوي حركات سخيفة وهي بتاكل فين الفلاح يا حبيبتي فين الراجل اللي عنده شرف وكرامة سايبك تعملي كده للاسف الموضوع كله من اوله الاخره بيدور حوالين الماني الدولار ابيعه كرامتي ابيعه شرفي ابيع كل حاجة في سبيل ان يجيني فلوس نعوذ بالله نعوذ بالله وانا اسأل الله السلامة انا اسف يا جماعة اني طولت عليكم بس كان لازم اوضح بقى كل حاجة عشان الناس اللي بتدخل تعلق وتقول لي ان كان ده صوتي اقول لي في التعليقات ده صوتك وانا هقفل القناة وهحزفها دلوقت ورب الكعبة ورب الكعبة ان لقيت 200 تلتميت واحدة وواحد بقول لي ده صوتك اني هقفل القناة وحزفها اقسم بالله العلي العظيم ولا عدت هتسمعوا صوتي في حياتكم لكن اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله قسم ربنا يحسبني عليه لهو صوتي ولا عمري في حياتي كان لي علاقة بيها وهي ارسلت لي كل بيانات عشان احاول لها فلوس ورقم الست السعودية ورقمها عندي واسمها بالكامل بس السعودية ما ازتنيش في حاجة لذلك انا مش هتكلم عليها خالص وكل حاجة باينة ومعروفة بس هي عشان مفترية وضلالية وما تعرفش ربنا وظلمة قالي ترمي بلاي على المعبود ألزق فيها التهمة الست اللي انت يمكلمها وقيلالك وقيلالها على كل اسرارك هي اللي فتحاكي مش انا وبعدين انت اللي مفضوحة من الاساس انت اللي ستة ما بتقدرش تمسيك لسانك طعيه بدل ما بتقدرش تمسيكه طعيه ولا كتمي وعودي احنا هنعملك ايه اذا كنت مش قادرة تمسيك نفسك ومطلع كل اللي ببطنك كل المواحدة تكلمك تطلعي لها اللي عندك نعوذ بالله انا اسف يا جماعا كنت طولت عليكم اتمنى بقى ما عادش حد يجيب لي سيرت الموضوع ده خالص وده اول واخر فيديو هعمله في الموضوع ده لان له ده مكاني ولا ده اخلاقي ولا ده مستواية ولا انا ليه علاقة بالحوارات دي كلها بس بصراحة انا تعبت تعبت من كتر معه ده اقول بعدين خلاص خليهم يقولوا خليهم يشتموا وبعدين تصلت علي القنوات الناكرة الفشلة اللي هي فشلت في الطبخ وفشلت في التصوق طلعت تشتم فيها على العموم ان كانت صورتي يا نكرة بتأكلك انت وجوزك وعيالك حطيها على الفيديوهات والله انا مسامحالك المهم ايه حسناتك ان شاء الله ان ربي يديني اياها المهم اني اخد حسناتك زي ما قلتلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة واحب في نهاية الفيديو ده اختمه بدعاء حرية الارترية المظلومة اسأل الله العظيم انه يجعل دعائها من حظك ونصيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او صن الله العزيم ما اعرفها مدام مصرية في الباريس عمري كلمتها ولا عمري بعرفها انا عادي بتابع في اليوتيوب حسبي الله وانا من وكيل المدام الزالمة دعوة المظلوم يرفع الله فوق الغمم ويقول جل وعلا ورزتي وجلالي لعب سرنك لو بعد الحين فانتزر وعد الله حسبي الله ونعم الوكيل فيك ربنا ينتقم منك لا حوله هو تإلاك لا حسبي الله 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 شكرا